اشتركوا في القناة صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دايما إذاعة نور دبي إذن نرحب بفريق عمل البرنامج معنا في الإعداد حسن البلاونة في التنسيق إسرائيل هاشمي وفي الإخراج اليوم ويانا عيسى سبيل وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي واليوم عندنا أربع فائزين من نسحب عليهم على سؤال مسابقاتنا اللي بتخبركم عنه دكتورة ندى الملة صبح جلوب الخير دكتورة يا صباح الورد يا صباح الجمال صفعت المايك أبا رتب للستوديو أموني صفعت المايك سعر حوني ما حبكت ترتبين إلا ونحن طالعها لهو أنا دائما مرتبة حول رتب طول الوقت المهم أصبح لكم بالخير في يوم الأحد يا اللي حبك كل أحد أول يوم في الأسبوع ورمضان طار لا حضرت غير الموضوع أنت قلت دائما مرتبة نزين في السيارة الحين قوليني كم يدر عندك كم من لاس عندك خبريني كانت طبقات بس ونزلتهم لعشي تأثرهم بالحرارة مو عشي شي ثاني آه بعيد مش من ناحية الترتيب يعني أنت لازم يكون عندك سبحانه نزلت لبيت عرب مكان فذكركم محين برقام التواصل لحظ بتنزيل بيت عرب شاءل يدوروا شيئات ليش بتودي لهم شي آه فتمر مطعم يحطون لك شي يعني تروح عيدك خالي ما يستوي آه يعني مو بعد أنت طابخت نعم المطعم لا مطعم مع فطبا خريس أذكركم برقام التواصل على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة وسؤال ما لليوم يقول في أي يتم إجراء عمليات القلب المفتوح هل في مستشفى رشد أو مستشفى بي أو مستشفى لطيفة على أربعة صفر صفر ستة مع اسماءكم الثراثية ونسعم إن شاء الله على أربع فائزين اثنين بيفوزون كل واحد بخمسة مدرهم كاش واثنين إن شاء الله بيفوزون بباقة الـ VIP لإجراء فحوصات مميزة والهدايا كلها مقدمة من مستشفى الزهر الخاص في الدبي إذن أربع فائزين معانا اليوم إن شاء الله في حلقتنا أنزيل الجلوس الطويل يسبب الوفاء المبكرة أفادت دراسة أمريكية بأن البالغين الذين لا يقومون بأي أنشطة معظم اليوم ربما يكونون أكثر عرضا للوفاء المبكرة مقارنة بمن لا يجلسون طويلا أي كانت عاداتهم في ممارسة الرياضة كثيرة أشارت الدراسة إلى أن احتمالات الوفاء في سن صغيرة قد تقل إذا توقف الناس عن الجلوس لفترات طويلة وقاموا بممارسة النشاط البدني كل نصف ساعة مقارنة ببقائهم جالسين لفترات طويلة وقال كيث دياز من مركز الصحة السلوكية للقلب والأوعية الدموية بالمركز الطبي بجامعة كولومبيا في نيويورك والذي قاد فريق الدراسة نعتقد أن هذه النتاج تشير إلى أنه تشير إلى أنه ببساطة لا يكفي أن تكون نشيطا أو تواضب على ممارسة التمرينات الرياضية في وقت محدد ثابت من اليوم لكنك تحتاج للاهتمام بالحركة المتكررة على مدار اليوم إضافة إلى ممارسة التمرينات صحيح ليس بحد يقول لي أنه صار ساعة أو ساعتين للجم وخلاص وطول الأسبوع قاعد لا أو خصوصاً يقعدون ساعات طويلة لا لا وليسير الجم كل يوم وليس طول الأسبوع قاعد كيف؟ كل يوم يروحون للجم لا يعني يروح الجم ساعة بس ثراث يعني ما بتباقى من يوم بس قاعد وخصوصاً يقعدون ساعات طويلة جامل تلفزيون أو على حمحة اللي جامل تلفزيون على الهاتف ست سبع ساعات حتى يرسف المكاتب إحنا توقع أكثر فترة نيلس فيها متواصل هي قاعدتنا على مكاتبنا ناس تقعد ست ساعات متواصلة ما تتحرك من عنها الكرسي هذا يأثر يسببكم ممكن دوال القدمين ويمكن يسوي ضمور ضعف العضلات عضلات الريل عندكم حتى تعرف محمود يأثر على التنفس تعرف من ويتي هالآثار كلها من ضعف التنفس كلما يلس فترة طويلة إلى المكتب تنفسك يستوي أططأ بالتالي ما تطرد غاز ثاني أكسجين الكربون وما تتنشق الأكسجين بشكل كامل وما توسع الرأة ما تسمح للرأة إنها تتمدد مع النفس العميق بالتالي يقل مستوى الأكسجين عندك بالدم يقل وصول العضلات للدماغ وغيرها عشان تلاقي إنه موظفين يشكون حينا إنه يحسون بالتعب بالخمول فقلة التركيز بسبب قاعدتهم الطويلة على المكتب صحيح عشان جي نقولكم يا جماعة الخير في الحركة بركة صحيح وفي البركة شو؟ صحة اي صحة البركة صحة أجل طيب نذكر بسؤال ومسابقة دكتورة سؤالنا يقول يتم إجراء عمليات القلب المفتوح في مستشفى راشد مستشفى دبي أو مستشفى لطيفة على 4006 مع اسماعكم الثلاثية ونذكركم نسحب على أربع فائزين إن شاء الله معنا اليوم أربع فائزين ثنين يفوزون بـ 500 درهم كاش يعني 500-500 وثنين يفوزون بباقة الفحوصات الـ VIP لكبار الشخصيات هذه مجموعة من الفحوصات يعني تجريها يجريها مستشفى الزهرة بدبي طبعا هذا سكشن يديد تفتحوه في مستشفى الزهرة بدبي الفحوصات يعني هي خاضعة أصلا مسواية حق السياحة الصحية ففيها مجموعة جميلة من المفحوصات وقيمة كل باقة يعني ألف درهم جميل ف يعني شكرا لرعايتهم مسابقتنا في رمضان مستشفى الزهرة بدبي نحن نطلع فاصل بعد الفاصل عندنا موضوع الصيام ومرضى الكلا ومرضى الكلا بتكون معنا شكرا لدكتورة سيمة عبدالله العوضي خصائي أول أمراض الكلا في مستشفى دبي فاصل وراجعين صحة وسعادة أسهد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الأكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم وميزة دائما إذاعة نور دبي سؤال حلقتنا اليوم يقول يتم إجراء عمليات القلب المفتوح في مستشفى راشد أو مستشفى دبي أو مستشفى لطيفة على أربعة صفر صفر ستة مع أسماءكم الثلاثية وبنسحب على أربع أسماء ثاني بيفوزون بخمسة مدرام وثاني بيفوزون باقة الفي آي بي طيب الخيارات الدكتور أعطتكم ثلاثة أنا بشي الخيار لما شاء الله حتى معظم الأجوبة صحيحة فبنشي المستشفى راشد بنقول وين عمليات القلب المفتوح دبي أو لطيفة ليش جي ويتش زعلان عشان سهلتا وايد المفروض تستانسين لا عشان يشحدون عقلهم في التفكير يعني هو السؤال ترى ما بوايد صعب بعد ندري عشان تيلي بيجاوب غلط بزعل والله جاوبوا غلط هيا شوفهم نزيل هل الصيام له تأثير على مرضى الكلا وهل في احتياطات معينة لازم نحن نأخذها مع المرضى من هذه الفئة لتجنب المشاكل الصحية بسبب الصيام هل جميع مرضى الكلا قادرين أنهم يصومون كل هذه التساؤلات نحن نطرحها على الدكتورة سيمة عبدالله العوضي خصائي أول أمراض الكلا بمستشد بيس صباح جالله بالخير دكتورة صباح النور محمود دكتورة خلينا نتكلم في البداية عن مرضى الكلا بشكل عام وأنواع ودرجات هذا المرضى إنسان مرضى الكلا ممكن نقسمهم على كذا جروب المرضى الكلا اللي يعانون من فشل الكلوي المزمن المرضى الكلا اللي يعانون من فشل الكلوي الحاد المرضى اللي زارعين كلا وفي أمراض ثانية مثل حصال كلا الناس اللي يعانون من بروتين في البول بس أهم شي حق الصيام إحنا لازم أكثر شي نركز حق الناس اللي عندهم قصور كلاوي القصور الكلوي إحنا نقسمها حق خمس مراحل من مرحلة واحدة لين خامسة المرحلة واحد واثنين يعتبر شي بسيط يعني يكون تقريبا من ستين لين امية وعشرين من امية والمرحلة الثالثة بين ثلاثين وستين من امية الكلاء تكون تشتغل والمرحلة الرابعة بين خمسطعشة وثلاثين من امية والمرحلة الخامسة لهو تكون المرحلة الأخيرة من القصور الكلوي بتكون الكلاء تشتغل أقل من خمسطعش من امية صحيح أكثر شي نركز على الناس عشان الصيام تكون في المرحلة الثالثة وفوق لأن المراحل يعني البسيطة مثل الأتنين وهذا هم عادتان أصلا ما يكونون لين الحين تشخصوا بس يكونون حالتهم وعادي ما يقدرون يصومون بس المرحلة الثالثة وما فوق خصوصا إذا كان المريض الكلة يعاني من أمراض ثانية مثل مرض القلب، مرض السكر والسكر ما تكون يعني مستقرة ومرض ضغط الدم تكون أحسن أنه يستشيرون طبيبهم قبل ما يبدأون في الصيام في رمضان جميل دكتور سيمان زين إذا قرر مريض الكلة أنه يصوم أول شيء شو الإحتياطة لازم يسويها مثل لازم يراجع الدكتور وكيف يمكن يأثر عليه الصيام لازم قبل ما يبدأ الصيام يستشير الطبيب ولازم يعني أول شيء يعرف شو المرحلة هو في وشو نوع المرض الكلة اللي عنده إذا كان مثلا هو كان عانى مثلا من سنين من فشل كلوحات والحين الكلة عنده طبيعية عادي يقدر يصوم إذا لا كان مثلا من شهرين كان عنده فشل كلوحات ولين الحين الكلة ما اشتغلت رجعت طبيعية ورجعت مثل أول المفروض أنه ما يصومها في مرضى مثلا يكون عندهم يعني مثل حصة في الكلة مثلا أو التهابات في البول إذا كان وظائف الكلة عندهم طبيعية عادي وهم يعني ما عندهم أمراض ثانية مصاحبة بالأمراض الكلة عادي هذين بعد يقدرون يعني يصومون بس أكثر شيء إحنا الحين نركز على المرضى اللي يكون عندهم قصور كلوي من المرحلة الثالثة وفوق واللي عندهم فشل كلوي وعلى الغسيل غسيلة البروتونية أو الغسيلة الدم أو الناس اللي يكونون زارعين كلاء أوكي فهذه اللي لازم في أفضل ما يصومون هذين أفضل ما يصومون شو المضاعفات اللي ممكن أن تيعليهم إذا صاموا الدكتورة؟ خصوصا في هالفترة يا محمود أن الصيام يكون في الصيام في الفترة في الصيف وشهور يعني يعني ساعات طويلة من الصيام الصيام أننا إحنا ما رح نشرب كمية زينة من الماء وحتى أن عدم الأكل لأن هذه المرضى يحتاجون يعني تغذية أحسن من الناس اللي يكونون عندهم كلاء طبيعية فعشان جديهم أحسن أنه ما يصومون لأنه يتكون فترة طويلة ممكن تأثر عليهم ممكن تأدي إذا تدهو الوضاعف الكلا ممكن نستوي لهم التهابات أكثر مريض الكلا إذا عنده الكلة متأثرة من السكر ممكن السكر عنده يكون في نزول وهذا يكون خطر عليه يأدي إلى مثلا حالة من الكومة وممكن فقدان الوعي فقدان الوعي أو رحبت البوبة طبعا الدكتورة سيمان هل الصيام تأثير إيجابي على مرضى الكلا مهما كان نوعهم هو الحين فيه الناس ويت تتكلم أن الصيام أصلا يعني بيكون فيه يعني بيكون فيه أثر إيجابية يعني بس بالنسبة للكلم مو فيه دراسات لنا الحين ندى على صحيح على يعني إيجابيات تأكد أو تأكد أو فعلا لها تأثير إيجابي فلين تتبتل الدراسات دائما ننصح مرضى الكلا نراجب طبيب ويقرر هل يقدر يصوم أو ما يقدر يصوم صحيح وإذا صام فيه شروط معينة طبعا إذا صام لازم يكون شروط معينة لازم إذا مثلا خلال فترة الصيام اللي هو 15 ساعة إذا تعب لازم لا يفطر إذا مثلا هو هالفترة يعني حس وايد بالعطاش والأشياء لازم يفطر لازم على الوقت الفطور يتجنب أن يأكل أشياء مالحة وايد لازم يكون شرب الماء حسب حسب الطبيب اللي نصحها الناس اللي ما يكون عندهم احتباس في السوائل عاد يقدرون يشربون كمية زينة من الماء الناس اللي لا يعني ما عندهم احتباس لازم يشربون على الأقل بين 8 بين 10 قلاسات من الماء من فترة الفطور بين الفترة تصور تقريبا بمعدل قلاس واحد في الساعة جلسة دكتور سيمة مريض إذا دكتور سمحنا هو يفطر شو الأشياء لازم يراعيها في وجبة الفطور في أشياء مثلا يمتلع عنها في أشياء لازم يشدد عليها غير السوائل الأكل ما له أيوة دكتور راندا هو الأكل الصحي الأكل يعني الرجيم والمرضى الكلا يعتبر رجيم خاص لهم لأنه قليل في الأملاح لازم المرح يكون قليل لازم يكون قليل في البروتينات البروتينات اللحوم لازم نقلل منها المعلبات طبعا لازم يتجنبها بالمرة ومثل ما تكلمنا عن شرب الماء هذا بالنسبة للمرضى الكلا قبل ما يبدأون عمليته الغسيل المرضى اللي يعني يسوون عمليته الغسيل يعني وهم على الغسيل هم يقيرون يعني في ناس منهم يصومون الأيام اللي ما عندهم غسيل فيها لأن أصلا الغسيل تفطر لأن هناك مادة تدخل عن طريق الوريد فاتفطر بس هم لازم يراعون أن فترة الفطور وفترة السحور ما يأكلون ويد أملاح لأن إذا كلوا أملاح ممكن يشربوا ماء وهم مثل ما تعرفون يتخلصون من السوائل عن طريق الغسيل ممكن يستويل لهم احتباس في السوائل واحتباس السوائل في الصدر في الرئة ويؤدي إلى مشاكل ومضعفات ضيق ما يتفضل الدكتور والشياء الثانية أن يكون أكلهم قليل في البوتاسيوم الفواكه والخضروات فيه عالي بوتاسيوم وفوسفات يعني يحاولون يتجنبونها بعد يتجنبون البوتاسيوم البوتاسيوم ويد تكون عالي في بعض الأنواع من الفواكه والخضروات مثل المنقة الموز التمر التمر طبعا الحين الفترة ما يرطب في الناس ويد لما يسوي تصريف البوتاسيوم فلو يتيمع ممكن يثلع العمل عضلة القلب عشان تيدام أن ينصحهم أنه ما يكثر البوتاسيوم صحيح طيب يعني دكتورة عقب ما يخلص رمضان بيرجعون لنظامهم العادي شو تنصحينهم شو المفروض يسوون يعني ويجهزون أعمارهم لما بعد رمضان عادة إذا مريض الكلة أصر أنه يصوم خلال رمضان عادة إحنا بنعطيهم موعد خلال رمضان وبعد رمضان على طول عشان نتأكد أن وظائف الكلة عندهم يعني مستقرة وما الدهورت يوم رمضان يخلص يعني في ناس بعد يصرون أن يصومون بعد الستمان شوال فعادة هذي يكونون الحريم الكبار اللي يعني دائما طول عمرهم كان يصومون فنشوفهم بعد رمضان نتأكد أن الوظائف الكلة إذا كان لا سمح الله في دهور نشوف شو الأسباب فبعد رمضان يرجعون على نظام من الغذائي الأول الناس اللي على الغسيل نفس النظام الغذائي اللي ماشينا عليها تقليل من الأملاح تقليل من الفوسفات والناس اللي يعني أنتم قصور كلوي نفس النظام الغذائي ما القبل يعني نحن شاكرين دكتورة يعني هذه النصايح بس إذا بتعطينا كلمة أخيرة ونصيحة أخيرة تبغي أن توجهينها لمرضى الكلة الأشياء يعني النصايح حق أمراض الكلة اتكلمنا عنها بس أنا أبغي أقول لهم أقول حق كل الناس عن النصايح اللي ممكن يعني يتجنبون فيه أمراض الكلة إن شرب الماء بانتظام عدم شرب المياه الغازية ممكن لأن المياه الغازية ممكن تأثر عليهم عدم التدخين عدم الاكثار من البروتينات عدم يعني النوم حتى النوم الحين قاعدين يقولون أنه ممكن يأثر على الكلة فالنوم لازم وائد مهم الناس اللي عندهم الضغط ينام ولا ما ينام لازم ينام 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 قصد كافي قصد كافي من النوم يمكن وتكلمني عن التدخين وشرب الماء والناس اللي يعانون من أمراض يعني مثل السكر والضغط لازم يتأكدون أن يعني هذين الأمراض في السيطرة مثلا السكر يكون عنده التراكم 7 تقريبا وضغط الدم يكون 130 على 70 هال الأشياء اللي نقول لهم ولازم ممارسة الرياضة ويد مهمة وعدم تناول المسكنات هذا دايما نقولها حق كلمة لأن المسكنات تأثر على الكلة وفي ناس ما يحرفون هالنقطة هي الأدوية عموما كلها ممكن تشغل الكلة ممكن كل الأدوية لأن كل الأدوية تقريبا تطلع عن طريق الكلة فعجان شدي ويد لازم ناخذ بالنا حق كل الأدوية الأدوية والصبغة اللي يعطونا خلال الأشياءات هاي بعد أشياء مهمة ممكن تأدي إلى تدهور وضع الكلة نحن شكرا لك دكتورة سيمة عبدالله العواضية خصة هي أول أمراض الكلة بمستشفى دبي ونتمنى لكم التوفيق شكرا 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 كل عام ونتو بخير سواء المسابقتنا دكتورة يقول يتم إجراء عمليات القلب المفتوح حال في مستشفى دبي أو في مستشفى لطيفة على 4006 مع أسماكم الثلاثية وبنسحب على أربع أسماء أربع أسماء الثنين بيفوزون معنا ب500 درهم كاش 500 لكل فائز والثنين بيفوزون بباقة الVIP الصحية للفحوصات الطبية مقدمة من جوائز كلها يعني مقدمة من مستشفى الزهراء بدبي ما أطلع فاصل بعد الفاصل سوف نذهب إلى فقرتنا الغذائية تكون معنا لخة مريم علي خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي فاصل وراجعين صحة وسعادة سعداء وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج التي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بتعاون مع مؤسسة دبي للعلام عبر إذاعة تكون مميزة دايما إذاعة نور دبي سؤال حلقتنا اليوم في عندنا أربع فائزين إن شاء الله ما نسحب على جائستين خمسمية درهم كاش لكل فائز وأيضا جائستين باقة الفي اي بي للفحوصات الطبية من مستشفى الزهراء بدبي عندنا خمس عشرة تلتعشر دقيقة تقريبا لما نوقف استقبال الإجابات على سؤال حلقتنا اللي يقول يقول يتم إجراء عمليات القلب المفتوح هل في مستشفى دبي أو في مستشفى لطيفة على 4006 مع اسمائكم الثراثية ونسحب على أربع اسمائة ثاني فوزون بخمسمية درهم كاش وثاني فوزون بباقة الفي اي بي لإجراء فحوصات والهدايا كلها مقدمة من مستشفى الزهر الخاص في دبي طيب طبعا مثل ما تعودتك اليوم يكون عندنا فقرة ثابتة هي فقرة التغذية اليوم بنتكلم عن بعض العادات الغذائية الخاطئة في رمضان لأنه كثير عاني من المصائمين خلال شهر رمضان من بعض المشاكل الصحية بسبب بعض الممارسات والعادات الغذائية الخاطئة اللي تكونها تاريجها سلبية على صحة المريض بنتكلم عن هذا الموضوع معانا اليوم في الستوديو السيدة مريم علي أخصائي التغذية العلاجية بهيئة الصحة وفي مركز البرشة الصحي صباحة ورد يا مريم أنت في مركز البرشة مريم أنا كنت في مركز البرشة أنا أعتبر منظفة للحيط حاليا ماسكة الفعاليات يا سلام مبروك تستاهلين مريم يعني نتحدث عن الممارسات والعادات الغذائية الغلاط اللي يلازم على الصايم أن يتجنبها في رمضان أو خلال الصيام يعني خلال الفطر هو عادة لأنه يأكل في الفطر أول شيء نبارك لكم بما تبقى من شهر رمضان الفضيل بخصوص الشهر هذا يعتبر فرصة لحل العديد من المشاكل الصحية اللي الشخص كان يعاني منها خلال فترة هاي الشهور كلها السابقة العادات والسلوكيات اللي تكون في شهر رمضان في الغالب اللي هي وقت الأفطار أدام ها ما عندنا ماي ولا بعطيت ماي بقول فوقت الأفطار هو في الغالب هي أكثر العادات الغدائية أو السلوكيات الخاطئة اللي تصير بداية الأفطار كيف الواحد يبتدي الأفطار نعم الأفراط أول شيء البداية تكون الاكثار من شرب تناول السوائل وهذا يعتبر طبعا غلط المفروض أن نقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن نبتدي أول شيء بالتمر أحبات من التمر وبعدها نشرب ماي أو ناخذ مثلا لبن ممكن ناخذ بعدها شوربة أشياء بسيطة أنها تهيئ المعدة لاستقبال الوجبات اللي هي بتي عقب صحيح لو نتكلم عن معنى بعدنا في وجبة الأفطار كيف يكون فطورنا صحي شو يعني طبق الصحي في الأفطار الطبق الصحي عادة في كل وقت لازم يكون متوازن يعني يحتوي على جميع العناصر الغدائية عنا العادة السيئة اللي هي في شهر رمضان بعد السلطات تكون من عدمه في الغالب في وجبة الأفطار أو في شهر رمضان نعم الوجبات تكون معتمدة على الوجبات الدسمة في الغالب والكربوهايدرات المعقدة وتم إهمال السلطات والفواكه اللي هي تكون المفروض سهلة الهضم والمفروض الواحد يعتمد عليها أساس أنه ما يكون فيه هناك ربكة للجهاز الهضمي طيب شو لازم نسوي يعني من سلوكيات أخرى عشان نتجنب بعض العادات السيئة أثناء الفطور فيه بعض الناس مثلاً يعني من يأذن حصلين أن ندخل في السمبوسة بثلاث دراهم في مثل ما قلنا نحن نبتدي أول شي بداية الأفطار تكون أشياء سهلة وبسيطة وبعدها بعد الصلاة نرد للوجبات اللي هي الأساسية المتنوعة المفروضة تكون بعد الصلاة على طول ولا شوية يتريون بعد هو ممكن بعد الصلاة لأن الصلاة فيها وضوء فيها صلاة فممكن تأخذ وقت يأخذ وقت طبعاً لما يرجع طبعاً يمكن أن تيدد وهذا يتريه أحيان سؤال هو يمياكل السمبوسة شعرام بس سمبوسة بثلاث دراهم أو خمس دراهم هي الكميات نحن ما بنمنع الناس ممكن الواحد يأخذ بس هي مشكلة وجبة الأفطار فيها تفنن في الطبخ بالضبط الأفراط في التفنن يكون في شهر رمضان بالذات هذا اللي هو يأثر يعني الواحد وهو صايم بيشتهي ياكل كل الوجبات اللي موجودة وكل يحس انه شوي الأكل شوي ان ما بيكفي خلا نزيد هذا غلط هي المفروض تكون هي وجبة وحدة صحيح فيها متنوعة فيها نشويات وفيها بروتينات وفيها فيتامينز اللي هي من السلطات صحيح ومريم فرمضان بعد اللي سوي يعني كل أفراد العائلة يحبون يشاركون يعني هالمشكلة لأن كل حد يبقى الصفرة ويشارك فتلاقي أن تسوي صفرة مليانة أكل وكل ما حطوط في نفس الوقت فالواحد يبدأ يأكل وحتى فيه ناس يقولك أنا ما أكثر على الفطور بس مع هذا عقب الفطور يصمي تخمة وقلم في البطن ولوعة بسبب أن كميات الأكل الكبيرة حتى لو تاكل شوي شوي من كل الطبق لكن أنت لما ما تحاسب ما تحط مثلا في الطبق معين مثلا حط حبتين من كل نوع عشان أنا قيس كم كل بالتالي سوي كميات كبيرة فلما الواحد يحافظ على الطبق الصحي ما تذكرتي على الفطور يكون فيه باث كربوهيدرات يكون فيه صلاط ويكون فيه غيرها شو الأشياء لازم يسويها بعد عشان يمنع حساسها بالتخمة وهي طبعا أصعب شي ناس تصيبها في المضان هي التخمة بحس بطنة خلاص ما في مكان حتى لثلث الهوائق ما يتم بالضبط لأن كل شي موجود فالواحد ما يرتب أموره يعني يحاول يشرب في نفس الوقت يحاول يأكل في نفس الوقت عملية المضغة تكون سريعة هذه الأشياء كلها هي اللي تساعد على أنها تسبب عسر الهضم والتخمة في الغالب صحي صحي طبعا من نخلص من الفطور على طول نحطه والشاي والقهوة بدأوا الناس يشربون شاي وقهوة وكثير حلويات نحط فالشرط العادات الصحية أو الصحة اللي واحد يسويها بخصوص تناول مشروبات الغنية بالكافيين بعد الفطور هلازم نخليه في مسافة ولا نشربها على طول هي في الغالب يعني إذا كانت بعد الأفطار مباشرة هي ممكن تسبب أنها هي تحد من امتصاص بعض العناصر الغذائية اللي هي الحديد مثلا أو الكالسيوم حسما يمنع الأشخاص العادية إذا بيشربون ممكن بعد نص ساعة إلى ساعة ياخذون المشروبات اللي هي مثل الجاي والقهوة حد من الناس يفطر على قهوة وتمر والمشروبات الغازية بعد مشروبات الغازية بعد العريض بعد مصيبة هاي كلها طبعا تسبب ربكة للجهاز الغذائي في مشروبات في مشروبات مرتبطة برمضان تعرفين بغير ما أذكر أساميهم يعني أن هذه مشروبات يعني مرتبطة برمضان اللي أصلا تخلط بالماء شو ما كانت؟ هاي عبارة عن شو؟ سكريات يعني ماء وشكر في الغالب والوان صناعي ومنكهات هي قيمة غذائية أبداً نهائياً ما فيها ممكن تحصل منها طاقة فالطاقة هي موجودة في الأكل اللي انت بتاكله في الغالب هي فيها أصباق فيها سكر صحيح؟ زايد ممكن يؤثر على الأشخاص اللي مثلاً يعانون من مشاكل صحية ممكن تسبب زيادة وزن مع الاستمرارية في شربها بالضبط وحتى ممكن يسوي السوق هضم لما تكثر شرب العصاير أو الماء حتى مع الفطور يسوي سوق هضم للمعدة تكون مليانة أكل ومليانة ماء فيستوي الهضم عندك أبطأ بالتالي تحسوا بهذا التخملة ما تروح فما تكون خفاف للتراويح أنت يعني الفكرة وين أن معطم هذه المشروبات يعني وحتى المشروبات الغازية أول ما طلعاً طلعاً على أساس أنها أدوية مفروض فأنا ما أدري الحين ألعبوا في مكوناتهم ولا شو سألوا ما أدري الناس قاموا يستهلكونهم بطريقة خاطئة محمود يعني أنت لو أتوقع لو شربت كوب أو نص كوب يعني ما بيأثر فيه كوايد بس مشكلة اللي يقعد يملجيك ويبدأ يصب ويصب كل ما عطش شرب العصير وحتى في بعض الناس بعد الفطور ما حد يسوي الجهين؟ حد يسكل ما عطش ويشرب من هذا حي والله فيه فيه يعني هم عطشة يشربون العصير بس ما يشربون الماء لأنه يحسون طعمة أحلى منعش أكثر فيشربون كمية هائلة طبعاً الناس لو تسألهم عن الماء ما شيء ما شيء ويتفننون بالجيكات محمودة حي المشكلة يعني كل جيك أكبر عن الثاني قاعدوا لا وفي ناس حط نوعين ثلاثة على الصفراء ماذا يعني جيك؟ يعني أنت أبريق أبريق العصير أي الجيك ترى فيه وائد معاني له الآن مو ما السيارة لا ما العصير هو هذا أباريق العصير العودل فيها صنابير وهذا فتلاقي ما شاء الله تتربع صناف على الصفراء أنا أقول شلوا حطوا قدح صغير من العصير وصففوا ماء قدح صغير إناء صغير من العصير وباجي يحطوا ماء لا تحطون أولا ويترسونا ثلج أكيد واحد يشتيه يشرب يعني ثلج مكسور شيء فهدال الوالدة دام تحط لنا هذا وأقول لها لا تحطين الصفراء أنا واجد فيه سكريات خلي الناس يشربون وهذا صح ولا دكتورة؟ خلي الناس تشرب ما يمنع بس أهم شيء التوازن يعني ممكن نشرب وبكميات صحيح إذا الشخص طبعا ما يعاني من أي مشاكل صحية لكن إذا الشخص كان يعاني يفضل أن يتجنب هاي كم وجبناك الفرمضان؟ الوجبات اللي هي الأساسية وجبة الأفطار والسحور وبين الوجبتين في شيء بين الوجبتين؟ وبين الوجبتين ممكن تكون بعد هناك وجبة اللي هي ممكن تكون وجبة خفيفة مثلا بعد صلاة التراويح ممكن الواحد يبتدي هنا يأخذ فواكه مثلا بعض أنواع البقوليات مثلا ممكن يبتدي يأخذ البقوليات طبعا دور وايد كبير على مادة السحور خصوصا فخبرين عنده وين نقدر ندخل البقوليات؟ في ناس تقولك ما في وقت أصنعك البقوليات في رمضان؟ ممكن نحن ندخلها في الغالب في وجبة السحور لأن فيها نسبة ألياف عالية وفي نفس الوقت فيها البروتينات البسيطة لتكون سهلة الهضب صحيح وحتى تساعد تقليل العطش خلال النهار طبعا ما كثرنا عليه إضافات بهارات وغيرها وتغطي حساس في الشابع فترة طويلة معاها ممكن نضيف غضار وفواكه بالضبط صح فواكه لها دور جميل في رمضان وواحد لازم يدخلها على الأقل حبة وحبتين استاذة مريم فيه وايد من الناس في رمضان يعانون وايد من الإمساك يقولك أنا بطني زين طول السنة ما بدى رمضان وايد ييني إمساك هي أكيد من عادات غذائية خاطئة فشو أبرز العادات اللي ممكن يتعرض الشخص يصاب بالإمساك فرمضان؟ يمكن أهمها اللي هي طريقة شرب السوائل صحي في الغالب يعني فيه ناس تعتمد أنها بداية الإفطار تركز على السوائل بكميات وعلى حزة السحور صحيح وهذا يعتبر طبعا خطأ صحيح لازم نرتب في شرب الماء بين الإفطار لين السحور على الأقل ناخذ من لتر ونص لين لترين ونص ماء صحيح وطبعا دور الألياف بعد تقليم الإمساك في رمضان؟ بالضبط هنا أول شيء اللي هو الماء وعندنا بعدين الألياف اللي هي تكون في الغالب مهملة في فترة شهر رمضان السلطات لازم نحاول ندخلها الخضارة بشكل عام في الأكل لازم يكون موجود والفواكه صحيح الآن الكثير من الناس يعانون عندما يرجعون نظام حياتهم بعد ما يخلص رمضان يعني يجري بأخر عشتين رمضان يبدوا يتهيئون ويرجعون لنظام حياتهم العادي فشو الناس يمكن تعطيهن الناس إلا عشان يتفادون بعد تلبك المعدة والنزلات المعدية وغيرها التي لما الواحد كان صايم شهر كامل 16 ساعة ما يأكل وفجأة صبح العيد الناس تنطلق بالأكل وبعدها تبدأ تأكل طول النهار فشو النصائح ممكن تعطيهنها عشان نتدرج بحيث ما نصاب بمشاكل في المعدة ويتخرب علينا صحتنا بعد رمضان بالضبط مثل ما نحن بدينا شهر رمضان نفس الشيء قبل نبتدي الصيام بعد نفس الشيء نتدرج نحن في السلوكيات الغذائية نبتدي نقلل من بعض الشغلات اللي هي شرب القهوة وهي الأمور الوجبات تكون أقل كميات شرب الماء يكون أكثر شوية نفس الشيء على نهاية شهر رمضان صحيح نبتدي بعد ندرج يعني ما نني على وجبة اللي هي وجبة الريوق نكثر منه وجبة الغداء ناكل بس بكميات تكون متوازنة وفيها كل شيء بس بسيطة صحيح ممتاز طيب نحن منوقف استقبال الإجابات على سؤال مسابقتنا اللي كان يقول أين تجرى عمليات القلب المفتوح وكانت الخيارات في مستشفى راشد والمستشفى دبي والمستشفى لطيفة وين؟ في مستشفى دبي هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نحن وصلنا نص رمضان شو لازم نسوي وكيف ممكن نستغل الباقي من رمضان والله يعني ما زال في وقت ممكن الواحد يبتدي ويعيد حساباته لأن خذ اللي يباه من الأكل أعتقد على بعد أسبوعين الواحد يبتدي خلاص يعني فيقدر أنه مل الأكل لأنه ما شاء الله صفرة تكون فيها كل الأنواع موجودة فيفضل أول شيء أنه ينتبه على أن الوجبة لازم تكون منوعة وتسد احتياجاته من جميع العناصر الغدائية وما ينسى شرب الماء على فترات يعني ما يندفع على وجبة الأفطار بس وما يركز على السحور فقط يعني أنه يحاول يشرب على ما بين فترة الأفطار لين السحور صحيح طيب نحن شكرين لت يعني هذه النصائح أختي مريم مريم علي خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي نحن شكرين لت وندري إن شاء الله يعني الصيام ما شاء الله وقد مأثر عليك مريم اليوم لكن أتمنىكم التوفيق طيب أسماء الفايزين معانا اللي فازوا اليوم ناخد الفايز بخمسمية درهم مقدمة من المستشفى الزهرة في دبي محمد زاهر الدرع أول الفايزين معانا مبروك يا محمد باقة الفي آي بي الأولى بتذهب إلى سوزان عبد الحميد مهنة ألف مبروك يا سوزان أيضا بعد خمسمية درهم كاش نصرة عكاش المطلق يمكن المطلق نصرة عكاش المطلق نعم أيسا ليش ما تساكنها من دكتورة والصفق تأشر لك تعطيك كيوح ما للصفقة بعدها صفق انت بديت والفايزة الأخيرة بباقة الفي آي بي المقدمة من مستشفى الزهرة في دبي حصة عبيد المهيري صفقيلة إذن ألف مبروك للفايزين معانا عيدة ساميهم على السريع خمسمية درهم محمد زاهر الدرع خمسمية درهم نصرة عكاش المطلق الفي آي بي الأولى لسوزان عبد الحميد مهنة والفي آي بي الثاني يحص عبيد المهيري ألف مبروك للفايزين ترى نحن دائما نسحب ثنينة يعني مو بنا باترتونة ليش صاحبين ثنينة نحن اليوم مستثنائي بس نسحب أربعة إن شاء الله عموما كل الشكر لزملاء اللي قاموا بإعداد هذه الحلقة حسنين بلاونا كان معنا في الإعداد في التنسيق إسراء الهاشمي في الأخراج عيسى سبيل من زمان والله عنك عيسى ترى أول ما طلعنا في الحلقة أول حلقة لنا في صحة وسعادة على نور دبي كان عيسى أول مخرج معنا ونعم المخرج عيسى وكانت عندنا أحد الخواتي بناها ضيفة في حلقة وحدة ومن يومها ما طلعته يا أنا وكل من عيسى ليش؟ زيغها على الهواء سكينة شكرا لجدكثورة ندا شكرا لكم شكرا لكم مستمعين وحتى نلقاكم تقبل وتحياتي محدثكم محمود ووسف العلي وإلى الملتقى في الغد حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي